كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومن أي زاوية تبني تقييمها للأحداث فيها وعلى أي أساس السياق الطبيعي يقول إن اليمن دولة عضو في الأمم المتحدة ولها خصوصيتها الديمغرافية والجيوسياسية ناهيك عن عمقها التاريخي وكونها مهدى العرب الأول ذلك وغيره من المميزات يجعلها ذات خصوصية جغرافية وسياسية تعزز من أهميتها بغض النظري عن مراحل الضعف السياسي المرتبطة بكثير من التعقيدات داخليا وخارجيا وعلى العكس مما يتوقع اليمنيون تنظر لهم الولايات المتحدة كبلد ملحق بالسعودية ولا يبدو أن لها سياسة خاصة تجاه اليمن كبلد ذي خصوصية سياسية ذلك ما كشف عنه تقرير صدر عن مركز صنعاء للدراسات وفقا للتقرير الذي أعده العضو السابق في لجنة فريق الخبراء البارزين الدوليين المعني باليمن جورجيو جونسون فإن الولايات المتحدة تنظر إلى اليمن كبلد ملحق تملي عليها السعودية ما ينبغي فعله وأن واشنطن ترى الأزمة في اليمن ضمن سياق الجهود الأمريكية لمواجهة إيران ولعل من أخطر ما ذكره جورجيو بصفته عضوا سابقا في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي هو أن الإمارات ظلت ترسل لهم ملفات حول أشخاص من حزب الإصلاح على أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة وعند التحقيق حول أولئك الأفراد يتضح أن أي منهم لم يكن عضوا في القاعدة وأن كل ما في الأمر أنهم أعضاء في حزب الإصلاح تكرههم الإمارات حسب قوله هذا التصور بخط النظر عن بعض الملاحظات فإنه يكشف جانبا من زيف الموقف الأمريكي المعلن تجاه اليمن الدولة والمشكلة بل والسيادة الأمر الذي يفترض أن يستدعي تحركا يمنيا على كل المستويات خصوصا الدبلوماسي لتصحيح الخطأ الأمريكي في فحم الخصوصية اليمنية لأن النظر لليمن بعين السعودية يجعل الرؤية ضبابية ومغلوطة المتقلphenات تكترين تكترين جواهر